في جلسة استثنائية تتزامن مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري يعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجراءة امنية مشددة لمنع اي حالات اختراق او محاولات لتزوير الانتخابات المقبلة الجلسة التي حضرها محافظون ورؤساء هيئات واجهزة امنية واعضاء مفوضية الانتخابات اعلن فيها الكاظمي اجراء الانتخابات في موعدها المحدد مسبقا حيث التصميم على الذهاب الى صندوق الاقتراع الذي يضمن حلول مشكلة العراقيين نصيحة مباشرة تحدث بها الكاظمي للناخبين تدعم تصويتهم للشخصيات الموثوق بنزاهتها ومهنيتها وعملها في اصلاح امور البلد الاجتماع الاستثنائي حمل تفصيلات خطيرة عن شكل ومضمون الامن الانتخابي حيث تطرق رئيس الحكومة الى تفاصيل تهديدات تلقاها مواطنون ناخبون من اطراف سياسية لاجبارهم على التصويت لصالحها المسلسل الذي تكرر في انتخابات سابقة يعيد الكاظمي التشديد على منعه داعيا الاجهزة الامنية لاتخاذ اجراءات مشددة والتعاطي بحزم مع شكاوى المواطنين بما يحمي حريتهم في اختيار المرشح الذي يمثلهم هناك بعض الكيانات وبعض الاهزاب قاعد تهدد المواطنين في بعض ما تفسكناهم انه يمن تجي يجيب لك خمس بطائق عشر بطائق يجيب عالتك وذا ما انتخبنا احنا العرشون يتعاطوا اياك اتمنى من الجهزة الامنية تتعاطى مع اي شكوى بكل حسم وبكل قوة لا تراجعون التركيز على اجراء الانتخابات في اجواء النزيهة يرصخ اهميتها في تاريخ العراق اذ تعتبر المحددة لهيبة الدولة بتطبيق القانون ومنع اي تجاوزات تحت اي عنوان استعدادات مكتملة في سياقه الفني والامني حيث انطلقت الخطة الامنية الفعلية ميدانيا في بغداد والمحافظات لتأمين انتخابات طالب بها العراقيون تحفظ فيها حقوقهم الدستورية وينطلق البلد من بعدها الى استقرار سياسي وبناء لمستقبل مشرق